السيدات والسادة مساء الخير أكثر ما يلفت انتباه زوار مصر من الأجانب ذلك التنوع الحضاري الهائل الذي تحتويه على أرضها من الطبيعة الجغرافية والثروة العمرانية والتي ينظر أن تجتمع كلها في بلد واحد والعل الأكثر إبهاراً هو ما يملكه المصريون من ثروة متنوعة في الأثار والعمران والتراث الجمالي والحضاري الذي لا مثيل له في بلاد عديدة المعمريون في الغرب يقولون على سبيل المثال إن مصر تملك أغلى شارع في العالم هو شارع المعز لدين الله الفاطمي الذي يحتوي في مكان واحد على مجموعة من أعظم وأنظر الأبنية والمساجد والتحف المعمرية في العالم ويقولون أيضاً إن المصريين يملكون في قلب القاهرة الخديوية وما حولها متحفاً عالمياً مفتوحاً يضم أفخم قصور ومباني وحضائق اجتمعت فيها أرقى فنون العمارة الأوروبية اليوم نحن نطرح السؤال الذي يشغل خبراء العمارة والفنون والتراث المصري كيف نحافظ على هذا الكنز العمراني الهائل والمتنوع؟ كيف تصبح هذه الثروة مصدر جذب عظيم للسياح وأيضاً مصدر فخر واعتزاز لأجيالنا بتراث أجدادهم؟ اليوم في حديثنا من مصر نلتقي بالمسؤول الأول عن التنسيق الحضاري وعن حماية التراث والثروة العمرانية وعن جمال المدن المصرية نسأله كيف نواجه القبح والفوضى البصرية في شوارعنا؟ كيف نحمي ما تبقى من تراث السابقين؟ وماذا سنفعل للحفاظ على إبداع اللاحقين؟ عن جمال المدن وحماية تراثنا الحضاري وثروتنا العمرانية حديثنا اليوم من مصر أهلاً بكم